كما أننا لا نستطيع أن نتكلم في الصحابة رضو الله عليهم بأدنى كلمة كلمة فيها قدح لا يمكن نقدح في الصحابة رضو الله عليهم نعم لا نذكر الصحابة إلا بخير ب obviamente صحابة رضو الله عليهم لا يمكن أن تكذب عليهم يعني هذا يقول أنا سمعت أنه كذا لا تقول سمعت لا لا تتكلم فيهم إلا دليل من الكتاب والسنة لا تقرأ ولا تسمع شيئا فيه قدح في الأنبياء والرسول عليهم أبدا نعم يعني لو جاء واحد يتكلم في آدم عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تتكلم في أبو البشر يتكلم في يوسف عليه الصلاة والسلام نقول لو نحن مثلا الآن نقول الإمام نقول الإمام حنيفة يعني نحن نظن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل في هذا الرجل فيه تقوى صحيح نحسوب والله حسيبه نقول هو أبعد يعني الناس في ذكال زمن عن المعاصي فما بالك بنبي من الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام فما يمكن أن تتكلم في الأنبياء والرسول مثلنا بيزنين إمام هو زمن أبو خانيفة رحمت الله عليه مثلا هناك مؤشر المعاصي سيليغنانات زمن الضحيح لنا سوف يقولون بأيضا أن هذا الرجل يكون من الضحيح من زمن الرجل يكون في الأنبه فنفجة الثانية إذا كان يقول أنني سمعت من تقول هذا قل أنت إما تكون مع هذا أو تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح أننا لا نتكلم فى الأنبياء والرسل إلا بالخير بعدين أنت ما بقي عندك شيء في العلم تبحث فيه إلا تبحث في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام تبحث في قصة ماذا صنع هكذا يعني تبحث عن الأشياء التي لا يمكن أنها تذكر عنهم نعتقد أن الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء والرسل وصلاة والسلام من الوقع في الشرك الأكبر والأصغر الله سبحانه وتعالى عصم هؤلاء لا يمكن أن تتعالى لا يمكن أن تتعالى شكرا